تأهب في آل حميقان لمعركة الحسم خرج المئات من مقاتل هذه المديرية الواقعة إلى الجنوب الغربي من محافظة البيضاء بأسلحتهم المتاحة ليقيموا هذا المهرجان في منطقة الحبج وليعلنوا الجهوزية القتالية لمعركة التحرير تحت قيادة الشرعية منذ نحو ثلاث سنوات تقريبا خاض ولا يزال أبناء مديرية الزاهر الحميقان معركة طويرة وغير متكافئة مع ميليشيا الحوث الانقلابية مدعومة بالألوية العسكرية المرابطة في محافظة البيضاء لقن خلالها الميليشيا ومن يدعمها دروسا في الحرب رغم التضحية الكبيرة التي قدموها على درب الحرية والتحرير ما كان لهذه المساحة أن تتسع لمهرجان تحت وطأة الحرب لولا أن مقاتل هذه المحافظة بدأوا بقطف ثمار التحرير الذي أنجزوه في مديريتهم رغم شحة الإمكانيات المشاركون في المهرجان طالبوا قيادة الشرعية والتحالف بتزويد المقاومة بالمتطلبات اللازمة لاستكمال عمليات الخلاص من الميليشيا الانقلابية وتحرير محافظة البيضاء وكافة مناطق البلاد أننا أبناء المقاومة والجيش في مديرية آل حنيقان مستعدون للتحرير وأننا نطالب الشرعية والتحالف العربي بإمداد المقاومة والجيش في المديرية بالسلاح والمال وفي الغرب من محافظة البيضاء تشهد جبهة ناطع أنهيارا في صفوف الميليشيا في الوقت الذي تواصل فيه قوات الجيش الوطني تقدمها باتجاه منطقة فضحة تابعة لمديرية الملاجم فقد تمكن الجيش في معارك الاثنين من تحرير جبل الصرير فيما تتواصل المعارك في جبل البير والنشيف والسادة وجبل القرحاء وظهر البان وموقع الموقع ببلاد الفقراء الذي يطل على منطقة فضحة أولى مناطق مديرية الملاجم مقاتلات التحالف شنت عدة غارات جوية استهدفت تعزيزات تابعة للميليشيا وأتقم محملة بالذخائر بين منطقتين الوسط والعصر بمديرية نعمان واستهدفت كذلك مواقع للميليشيا في جبل القرحة المراقبون العسكريون شددوا على أهمية الإنجاز الذي حققه الجيش الوطني بتحرير جبل مركوز الاستراتيجي شمال شرق مدرية ناطع والذي فتح المجال من وجهة نظرهم أمام تقدم متواصل للجيش وانهيار متسارع للميليشيا في هذه الجبهة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر